موسيقى موسيقى السلام عليكم أهلا بكم أستاذ المشاهدين في الحلقة الثالثة من برنامج الشاهد من سلسلة جديدة مع ضيفنا عبدالجليل الزاهي عضو حركة القوميين العربة عدوا ورحب بك في الشاهد أستاذ عبدالجليل أهلا وسلام كنا بدأنا الحديث في الحلقة الماضية عن مسألة التفريق بين التيارات القومية العربية الثلاثة التي كانت موجودة على الساحة في المرحلة التي اخترت فيها أنت أن تنضم إلى حركة القوميين العرب سألتك عن سبب مفضلتك ما بين البعث العربي الاشتراكي والتيار الناصري وأيضا الحركة القوميين العرب وأجابتني أنك رغم اختلاف مضمين الخطاب القومي العربي بين التيارات النشطة على الساحة في تلك الفترة لكنك كنت تفرق بين هذه التنظيمات الثلاثة أنا سأسرد عليك ما يقوله مطاع الصفدي في كتابه الناصرية والذي يقول بأن عبدالناصر لم يكن يؤمن بوجود نظرية لكنه استغل حركة القوميين العرب ومرت العلاقة بين القومية والناصرية بعدة مراحل يقسمها إلى مرحلة أولى من 1952 إلى 1954 ويقول بأنها كانت علاقة التحفظ والترقب وكان هناك رفض للانقلابة العسكرية المرحلة الثانية 1954-1958 يتحدث فيها عن صدور كتابات فلسفة الثورة بين عبدالناصر وفيها بدء التقارب بين عبدالناصر والتوجه العروبي ثم يتحدث عن مرحلة ثالثة من 1958 إلى 1961 ويقول أن العلاقة قوية وأن قيام الوحدة بين سوريا ومصر في فبراير 1958 أدى إلى استمرار وتقوية العلاقة لكن نتيجة لأحداث العراق وما قام به عبدالكريم قاسم بعد الانقلاب لم يعد الراجل مؤمنا بالقومية وبدأت هناك تباينات تحدث بين الأقاليم أو الدول العربية في مسألة المفهوم القومية أصبحت هناك مفاهيم مختلفة تتشكل لدى كل مجموعة من هذه المجموعات في لبنان انتصر فواج شهاب القومي على حساب كميل شمعون تزايد انتاج الكتب حصل نشاط فكري غير عادي في الموضوع ثم مرحلة أخرى في 61 إلى 67 عندما انفصلت سوريا عن مصر ويقول الصفدي فيه توجهت الحركة نحو اليسار وهو ما يذكر أيضا جرج حبش في مذكراته ما يعرف بوثيقة تموز بعد النكسة في 67 يعني كأن عمر حركة القومية العرب كان قصير جدا بدأ وانتهى تماس مع الحركات القومية الأخرى اقترب أكثر من الناصرية لكن سرعان ما حصلت التباينات وتزايدت الاختلافات ووجد القوميون العرب أنفسهم خارج المشهد تماما بسم الله الرحمن الرحيم أنا في البداية كنت أمرا قد تركته في البداية ليقوله في النهاية ولكن الأنولة هو أنا نشكر يعني ناتيب الأحرار اللي اتحتى لي الفرصة حقيقة أنا كنتم بنقولها لما أكون شاهد لما كملت شاهدتي أنا قبلتني كان لشهد علي مرحلة فترة زمنية قد تصل إلى قرن الأربع أكثرها كان قبلا لما من القومية العرب أكثرها فأنا شاهد بالعمر بالمشاهدة من ممكن تسعة سنين عشر سنين ليس قدرت أنحق الأمور فالفاعل الفعلي في التاريخ العربي هو الظرف الموضوعي والصدام على الصهيوني فلما نشأت الحركات اللي ظلية أكان أبرز فصيلين هم البحثيين والقومي العرب حركة القومي العرب وحزم البحث العربي الاشتراكي هذين الفصيلين أثر على حركتهم في المسمع الأيام في موضوع الانقلبات العسكرية كان عبد الناصر لما انقلب عبد الناصر والفريق الضبط الماء الوطنيين الكويسين لم يكون بشكل سبهة العربية لكن لم نهمه مع الجو في منهم كان أكثر حتى أكثر تقدم الملحكة القومي العرب هنا في تم تماس تقارب من الحركتين الرئيسيتين من الملحكة القومي العرب مع عبد الناصر ومع القلابات التي صارت بالمشرق ربما يكون فيهم بعض الأعضاء للبحث العربي الاشتراكي أنا أنا أكثر من الملحكة أولا أننا شاهد على تاريخ ولست قاضي لمحاكمة فترة زمنية لأنني لست ماش في مكانها ولا أستطيعها خاصة أنا فترة منها فيها منها أنا يعني فيها مشاركة أو فاعلة أو غيرها والليين بنقول فقط أن هذه الفصيلين اللي هم فصيلين تنظيمين موش انقلابيين ولا فصيل بحثي وفصيل بحث العرب وفصيل قومي العرب نحن الفصيلين في خلاف في الترتبات الفكرية ولا كذا وفيه اختلاف شوي في الأداء ولكننا لم نختلف لقضة التنابز ولا التلافظ ولا القتل مع بعضنا بعض ولا قتل مع بعضنا بعض ولا دمرنا مكاناتنا كنا رفقان في النظام من أجل الذات الوحدة العربية ومن أجل تحرير فلسطين لو دخلنا في التفاصيل سيبدو هذا الكلام غير دقيق أستاذ عبد الجليل هذا الموجهة نظر أنت الآن شاب وفي بعد هالخبر بعد سبعين سنة نحكي على فترة في سبعين سنة أعطيني تفسيرك كقومي عربي الانقلاب الانقلاب اللي حصل في سوريا في 63 وأنهى الوحدة سوريا ومصر ما هو فيه أو في ال61 عفو هذا ما مش مسؤول عليه التنظيمات اللي هي بالذات أنا نقدر نحكي تنظيم قومي العرب ما مش مسؤول عليه أنا لا أجد تفريق بين الفكر التنظيري لكل التيارين نعم حرية وحدة اشتراكية نعم وحدة حرية اشتراكية نفس المعنى مع اختلف ترتيب الكلمات نعم اقتربت القومي العرب من عبد الناصر وانصهرت في الخطاب الناصري في مرحلة من مراحل فيما البعث العربي الاشتراكي في سوريا اشترك أو قاد انقلاب أدى إلى انتهاء مشروع وحدوي بين مصر وسوريا هذه الوقائع تناقض ما تقول أستاذ عبد الجليل بشكل كامل لا لا تناقض كنا ندربوا عند المصر هذه حالة أوجدتها مراحل تكتيكية ولم توجدها استراتيجيات لا منهجية والدليل أنكم في النهاية اختلفتم مع عبد الناصر إلى درجة أنه عندما اتجهت حركة القومي العرب إلى منظمة شبه برجوازية تحولت فيها تقريبا إلى حزب لينيني ماركي سياساري ليس برجوازية هذه ظلت العلاقة قائمة بين عبد الناصر والجورج حبش لكنها وضعت في إطار أمني نتيجة تحول مصر لدولة بوليسية وين كنتوا أنتم من كل هذا أنتم الشباب اللي مثلتوا وقود الحركة التي توجد على رأس هذه القيادات اللي حصلت بينها كل هذه الخلافات هو أنت تمس أمور بصراحة كبيرة وجوهورية ولكن أنا لست قادرة على الرد عليك بهذا الشكل بشكل لأنا يأخذني يأخذني عن مقصدي أنا في الشاهد أنا عن أقصد في الشاهد بما يتعلق بالذات بالعرب مورور أنا ثم وضع ليبيا اللي كيف نحن تأسس عن الدولة إحنا نعاني في ليبيا من موضوع تأسيس الدولة اللي هو عيقنا لعند الآن موضوع تأسيس الدولة أنا كان عاديك شوي نبذع علي موضوع القومية العرب تقول انتهت ما انتهاش القومية العرب كنا إحنا تنظيم قبل حتى قبل عبد الناصر ما يدير انقلابه مجموحته هذه المجموعة وطنية مصر طبعا بعلقتها نحن بالعرب أساسا كانت جاهرية بالنسبة لنحن الليبيين بالذات مصر كانت هي الجارة ومصر هي اللي بدتنا بالتومين مصر لسعادتنا لم استقلينا هين سعادتنا درتنا القضاء في ليبيا المصر التعليم درت لنا مصر أساس الجامعات درت مصر فنحن علقتنا مصر لا تنفرض كليبيين كلنا والليبيين كلهم كانوا توجههم نحن مصر بالذات كقطر عربي والناصر تصف العلاقة بين ليبيا ومصر ولا تصف العلاقة بين القومي العرب ومصر نحن جزء فاعل من القومي العرب ونحن جزء مهم في الأقليم الليبيا لكنكم نستم ليبيا نعم لكن نحكي على القوميين أنا ما حكيش على والليبيين نحكي عليهم لما كانوا ليبيين كلهم بمعظمهم ناصريين بدرجة أنهمهم لمصر الانقلاب السيء نحن المنظمين ومنظميطين ما كانش عندنا الحماس الله بل أن كنا عندنا شيء ما تحفظ الليبيين كلهم اطلعوا في مظاهرة الليبيين بشكل عام كانوا في طرابلس ويبرقا كلهم كانوا أقرب إلى فكر الوطني القومي لأن فيه بعض عن الذات سأخبر أنت بها تشوف ليبيا حتى الفصيل اللي هو ربما فصيل آخر مثلا غير الفصيل القوميين الذين ما كانش أرضية الأرضية كانوا حرسين كانت حالة مؤقتة متأثرة بخطاب عروبي قادم من صوت العرب في القاهرة لا مشكلة لدرجة أن الليبيين خرجوا أيدوا الانقلاب في 1969 لكن كان حتى في روايات الأعظام من داخل الحركة التي قامت بالانقلاب في 1969 يقولوا بأن الناس العادية كانت كانت تطلب منهم أن يترفقوا بالملك كانت النظرة إلى الملك نظرة الليبيينة إلى الملك أنها رجل صالح لكن لم يكن هناك العمق الفكري لدى عامة الشعب اللي يؤدي إلى التفريق بين الشعرات والواقع صحيح تحرك الناس أيدوا الاتجاه نحو القومية لكن لم يكن بوعي عميق فعلا يجعل هذا موقف استراتيجي كانت لحظة أنت الآن في الحقيقة ترد علي ما يعاكس الطرحة لدولفيا كيف أنت تحكي على كأن الأمور كانت في منتج يعني زمول فيه الوعي كبير فيه فكر كبير فيه طبقة زمول شعبية متميزة فيه بروليتاريا فيه برزوازية فيه ما يجعل هذه الأفكار في مستوها هذا عندما يخاطبك أنت أستاذ عبدالجليل كرجل تحمل فكر رجل حركة مضمت لحركة لها قيمتها ولها وزنها في مرحلة معينة لكن عندما نتحدث عن الرأي العام عن عامة الليبين يختلف الحال نعم لا أسمعني شوية لما نحكو الأمور بتجرد يجيب عدين الآخر اللي هو يعني هو اللي يقدر يشوف الكتب وشوف المؤلب والكتوب ولي الانرويناوي وغيري أنا عندي شركة بس أنا عضو بس عقني روية متماسكة عقني روية متماسكة شوف روية عقني روية متماسكة قبل قليل قلت أن العمود اللي قامت عليه الحركة القومية هو قضية فلسطين نعم وقبل ذلك ذكرت بأن القومية العربية لم تبدأ مع 48 وأنما بدأت ملايه 2017 وأن جذورهم ممتدى لحالة وجد فيها العرب أنفسهم نعم مع اتجاه الدولة العثمانية للتتريك وجدوا أنفسهم ملزمين بأن يضعوا لهم إطار يضمهم على أساس التاريخ واللغة نعم هذه جذور أقدم من القضية الفلسطينية شخصيح لكن تنظيمياً تناقض هنا أستاذ عبدالجليل لا مش تناقض صحيح هذا لكن تنظيمياً تنظيمياً بدايات اللي نظموا كانوا بعض أشخاص وثم الضباط اللي كانوا في الجيش التركي أعطيني شرح شرح وافي ومتماسك أستاذ عبدالجليل ما نقدرش أنا سأسمعك حتى تكمل أنا التسيسات هذه ما كنتش حذرها لكن التسيس الوعي العربي اللي صار الوعي العربي صار بالصدام أكثر مع الفرنسيين ومع الشغل الفرنسيين في سوريا وما برضها في الفترة لما دولتنا هي دولة آخر دولة خلافة عندنا العثمانيين لما هي خسرت الحرب مع الأوربيين وتقلص نفوذها وهي برضها طلعوا فيها شباب التحدي والترقي وطلعوا وداروا مسروحهم الوطني داروا مسروحهم الوطني وقعدوا معنا نحن رغم ذلك ساعدونا في نضالنا وفي صراعنا ماليطاليين مبدئيا ثم صروا انسحبوا تحت ضغوط أنتم شفتوا على أنه مشروع قومي تركي وليس مشروع وطن أهم أنسحبوا لا نحن مدرش على مشروع قومي تركي نحن لما قتلنا في الأول قتلنا على دفاع ليليبيا مش على العرب الواقع يقول بأنه كان مشروع قومي تركي ولهذا أنتم وجدتم أنفسكم مضطرير للاتجاه نحو القومية العربية هذا ما فهمت من حديثك في الحلقات الماضية أمتى هو بدأ المسروع القومي التركي بدأ فيه بعد السبعة عشر بعد السبعة عشر بعد تفككت الدولة الامبراطورية تفككت وبالتالي نحن أهم يعني أخوتنا ورفاقنا وصحابنا وليعي وكانت الحوسن بتاع الحزيمة خسرتنا الحرب مثلا نحن سبعة وستين لا تمانية واربعين والبذري البذري ما نش نحن عرب شنو نحن عرب يعني نحن حتى في القرآن يقول انزلا بلسان عربي نحن عرب نحن نبحث مشاريع المشاريع ساعدت مشاريع قدرية بصغيرة في الواحدة وخمسين أصبحتوا ليبيا أنتم في الواحدة وخمسين أصبحتوا ليبيا في إطار دولة وطنية مشروع وطني نعم لكن اخترتوا أنتم توسعوا المسألة نظرتوا إلى الملك على أنه هو رجل عميل أنه هو مرتبط بالاستعمار القديم وانتميتوا في إطار أوسع من الإطار الوطني انضميتوا لحركة القومية للعرب أيدتوا جمال عبد الناصر وتقولي بي أنه ما كانش فيه خلافات داخل الحركة القومية مع أن خلافات الحركة القومية لما تجل الواقع أنهت أول مشروع وحده بين مصر و سوريا أنا أتحفظ في هذا لأنه فيه نقطة مش بسراحة بالنسبة للعصر أنا لا أدعي أني نقدر نسراحها بشكل دقيق لكن بيقولك الأرضية الأرضية لا يمكن أي عمل بدون ظرف مضوعي مناسب وملايم من التعليم ومن الثقافة ومن الصناعة ومن النمط الإنتاج ونمط الاقتصاد لا يمكن نحن تلقنا الاستعمار وقومنا الاستعمار كأقطار صغيرة أقطار العمود الفقري في وطن العربي أقرأ أقرأ أكتاب وكتاب لبون حضرة العرب تلقى مصر لما أسلمت وتعربت كانت أصبحت هي العمود الفقري للوطن العربي وبالتالي أدت دورها في نشر العلم في نشر المعرفة في نشر الدفاع عليها هزمت كل الغزاة في تلك الفترة وعليه نحن مصر بالنسبة لأنه العمود الفقري ما كانش فيه نظر عداء حتى بالنسبة لنحن الكاليبيين مصر تعهدونا من أيام الكفاح في إيطاليا فمسروب العربي صحي كان فيه أكثر ما أعطي فيه لكن تقدم لما قلت لك أنا لا أعطيش فرص أنا أسرها لك وين تقدم لا لما أشوف لما صار بيننا نحن لما تدربنا في مصر ولما خشينا على العمل حصوب العمل الفدايي ضد السهينة ولما عبد الناصر التعاهد في مساعدتنا ولما كانت فيه موضوع تحرير وموضوع عرب وهذا دائم القوميين العرب ولا أدعينينا دول ميكينتون من ضمن الذين أنا ولهم يقبلوا فكر واضح غدموا دراسة دراسة يعني رفقية أخوية أن نراهوا الخلل كذا كذا في هذه المنظومة في الحكم المصري كان هذا على حساب الدولة الوطنية على حساب ليبيا على حساب المملكة أنتوا كنتوا تعوا أن الاتجاه اللي أنتم ماشيين فيه كان ضد الملك ضد المملكة مشكلة لأن في النهاية ماذا أنتج أنتج انقلاب عسكري في 1969 على شاكلة انقلاب 52 في مصر لا تحاسبنا عليه وحصل استنساق للتجربة المصرية في ليبيا مصر يريد ترى تتربى مصري مصر تش تتربى مصري ولا أحنا بالنسبة لانقلاب معمر في صحيح لنا أعضاء في حركة لكن الحركة كانت تلك الفترة وهذا نحنا لما صار طرح يعني أنت أو أنت مسيت شوية لما صار في الحركة الحركة كانت جسم كبير وقوي من المريتانيا إلى المصر كلها كانت في هذه الحركة طويلة العرب حركة جسم كبير وكذلك البحثين لما صار تطور تطور اجتماعي فوزاري صار تطور وصار تماس مع العدو بالقتال وهذه هناك خلال فبنسبة نحن كاقطار بعيدة مثلا لي متحرر جديد ونفس الوقت كان قليل نحن ما كانش عندنا لا موضوع موضوع لا صناعة ولا زيلة العامة تطورة ولا عندنا برج بوزية ولا عندنا رسمالي ما عندناش المظهر في بعض الأقطار ربما يكون في مصر مثلا في سوريا مثلا في العراق ربما تكون فيها فشوية الحماس لأننا نحن أسرى أو نحن شكلتنا أننا تسربنا الفكر الإنساني كما نحن عطيناه في البداية نحن ساعدنا في نهضة أوروبا عن طريق ابن خلدون وعن طريق ابن رشد وعن طريق كتابات العرب وعن طريق وعن طريق علمهم شاركوه في الحضارة فلما جاتنا الحضارة الأوروبية ثقابتهم مع الغزو بتاعهم نحن خذينا طبعا هذه الحضارة دائما كاسل البلد التحتية يعني ما فيها مصنعهم فيها منطور اجتماعي وفيها من ثقاف وفيها من تعليم يشير ذات هذا الأعطاء الثقافي فنحن لما جاءنا من الثقافة الأوروبية بتاع الاشتراكية العلمية والاشتراكية العادية وفيها وموة كثيرة اللي هي ما ذو اللابرالا اللي هو تبدل السلم على السلطة والديمقراطية والتعددية والتعددية والتداول السلم على السلطة هذا نحن خذينا منه خذينا منه ولكن البلية التحتية متاعنا غير واحد مش جاهزة طبيعا هي تكون مش جاهزة مش جاهزة البلد حصل على استقلاله من أقل من 15 سنة نعم أنتوا انخرطوا في عمل بدل أن يدعم حركة البلد نحو التنمية والتقدم أنتج العكس طيب أعطيني لا درنا كنت ضد الملك والمملكة أو لا نعم كنت ضد الملك والمملكة أو لا لا والله ما كنا ضدها يعني أنا أحكي على نفسي وعلى الخلايا اللي كنت فيها ولكذا ما كانش عادانا نحن موجه لإسقاط الملك ولكن عندنا يعني ما شمطروح أننا نحن نطلح بالنظام ما هنالك ما رجز لملك والناس الملك والناس واش ملك كفرد ما هي برامجكم شوين كانت مقاشاتكم شوين كانت تصوراتكم على المرحلة عن الواقع والملك لعلمك والعلم من جيلك وشوي بشيئ أن الملك اللي كان أين وكان وكان لسيهم عروبي وملك الجمهورية على الدولة الليبية الليبية لي عرذها مرتين ولكن العساب الشديد أن الناس كان متقدم على الحكومته وعلى الناس الماء كان متقدم جدا الراجل كان مناظر صوت العرب من القاهرة كانت تصورة بهذه الصورة تقدم للليبيين على هذه الصورة أو على ما يخالفها ما كانوا يتناولون فيه لا، ما كانش في مصر صوت العرب ولا أخرى كانت تناولة من كده لماذا تظهرت ضد النظام بعد النكسة في 67؟ ليش خرجت وتتظاهر ضد النظام؟ لا خرجنا على خطر النكسة على خطر أهل هزيمة العرب مش عليهم هم على هزيمة كلما صبيتوا غضبكم على النظام مش نعلاقة النظام بالهزيمة على عدم دمول جدية مننا على يمكن عليه يعني على حالة على حالة نحن نجدو منها نظهرنا على نجدو حالة نجدو منها حملتوا نظام مسؤولية الإشكالية يا سيد خالد أن النظام وعلى درس الملك في تلك الفترة لم يحملناها لا تقول فيه نحن نحملش لنا ربما كان هذا من أخطاء اللي أدت إلى أنه ينتهي لأنه كان عارف لأنه كان عارف الحجم النظام عسكري بعد ذلك لما كان عارف حجمه خلينا نأخذ الأمور نستكمله من الجانب الموضوعي حتى نصل لمرحلة مظاهرة 67 و 68 حاكمات تحدثنا عن البعد الإقليمي وانت تتحدث على أن مصر كانت قلب الأمة في تلك المرحلة وبالتالي كان من الطبيعي أن يحصل التماس والتعاون معها وأن وفق نظرتك هذا لا يؤثر على البعد الوطني لا يؤثر على ليبيا كدولة قائمة رغم أن الفكرية المفهوم أن ليبيا في ظل العمل اللي أنتم تقوموا به تصبح إقليم جزء من كل وهذا ينقض بشكل كامل في الدولة الوطنية لما تشير الوحدة لما تشير الوحدة هذا نحط مع هذا التطورات هنا في تطورات أنتم ساعيكم لأن الوحدة تصير وبالتالي تنتهي الدولة الوطنية اللي أنتم عايشين فيها ساعينا في تلك الفترة كان تحرير في النهاية أستاذ عبد الجليل في النهاية تحولت مصر مركز الناصرية بعد عقود من تبني كل هذه الأفكار تحولت إلى سيطرة طبقة غنية على مقدرات البلد وانتقلت إلى نظام مختلف تماما تجاوزت حتى الاشتراكية تجهت للخصخصة وأن هنا تحدث عن سنوات بعد عبد الناصر حتى السادات ترد أولى بالضبط تجهت نحو الخصخصة وهو يعني تبني نظام رأسمالي على نقيض من نظام الاشتراكي اللي كان موجود في الفترة اللي نتحدث علىها وربما ذهبت حتى إلى بعد من ذلك نيوب لبرالية يعني هنا يبدو سالحة مع إسرائيل سادات سالح مع إسرائيل طيب هذا يعني أنكم أنتم أضعتوا زهرة شبابكم في دهاليز وهم فوت على دول المنطقة وخلي نقوله فوت على ليبيا على وجه التحديد بحكم ليبيتنا الآن فوت على ليبيا فرصة استثمار مرحلة ما بعد الاستقلال بمعنى آخر لأفكاركم وتوجهاتكم نجحت في خلق دولة قومية موحدة ولا هي تركت الأنظمة النظام الملكي في حالة ليبيا يستكمل مشوار التأسيس والبناء الذي كان بدأت اسمعني شوي لا أعطيني إجابة أعطيك إجابة هل هذه هي الصورة الحقيقية أولا؟ لا 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 مش الصورة الحقيقية لا بالله شوف يا سيد شوف اللي أفسد المنظر الشكل أو المحركة أو أفسد التطور هم من الانقلابيين وبذات انقلاب معمر معمر يدعي مثلا معمر ناصري ولم فيه كثير من الأعضاء اللي شاركون في الانقلاب كانوا في الحركة الحركة كانت كتنظيم فالخمسة وستين فالخمسة وستين خمسة وستين ستة وستين والذي يسلح لي ما زالوا أحيا والذي يقولون ما عارفين فالستة وستين لما طرح منظوم الأديولوجي على حركة في المركز المركز اللي هو المشرق لبنان سوريا العراق مصر هذه المركز نحن الأقطار الجانبي الطرفية دي اللي نحن توقر استقلينا واللي ما عندناش بنيا اجتماعية تتلاعية ما يطرح فلما طرح مشروع تبني الاشتراكية العلمية الشيوعية اشتراكية العلمية خليها الشيوعية الصعبة راهي الشيوعية ليست الاشتراكية العلمية بدرجة عاصمة المرحلة اللي بين الاشتراكية والشيوعية يعني هي لأنها مشوعية مصرح منها حتى بتحطف يتي حتى تحطف يتي طيب طرح المشروع طرح المشروع في المشرق فيه نضج فيه ثقافة فيه استراح كبير مع الاستعمار الفرنسي فيه استراح كبير مع الإنجليز فيه سراع طبقي فيه فيه كانوا فيه قطاع كانت فيه رسمال في الدول المشرق طبعاً وفيه نظر الثقافي لكن مع الأسبة شديد وأنا ما نقدرش نتقد الناس اللي أحسن مني ثقافتهم وأحسن مني وعياً وكانوا كبار في النظال والهم قيمة تبلوا أنها تكون بحيث أننا نحن نكونوا جدي لنا الموت والشغل كله في الرقد الرياح خلينا ندروش تركية الألمية بحيث أننا نحن نقول تقبى ما نتوهش في المسيرة زي ما تحت مصر يدروه فطرحوا بمثورة في مصر صار تبني في ليبيا ونكون سر لي أول مرة نقول أنا ربما أجول كثير من حتى أعضاء الحركة الأحياء ونقول في هذين ما أعرفوه هاش أو ما أسمعوه هاش أو في هذين ما أسمعوه صلحوا لي إذا كان أخطأت هنا آسف كان أخطأت طرح الموضوع بتاع هذا على ليبيا طرح في قليم طراب بسنة قربيس أكثر هي المركز والقيادية أكثر منها طرح في طراب يمكن بعض وافق وبعض موافقش لما طرح في بعض طرح علنا الخلايا مثلا فصار في شقاق بسيط جدا في مجموعة صغيرة قالت أوكي تبدو الموضوع الأغلبية قالت لا نحن مناش مناش نضيجين لهذا الموضوع ونحن مناش مارحة نحن في فرعات كفاح وطني نحن نبحره فلسطين قبل ونبحره الوطن العربي قبل ولما سير بعدين أمور تكون موالية للنظام الاشتراكي هتكون لكن نصبه الأوان نجيب لي قبل الوضع اللي نقدر ندير فيه النظام الاشتراكي في مرحلة هذا كان في 66 تقريبا 66 وراني في موجود فيه كان هو فيه ما زالت جلات المحكمة المحكمة التركي في محكمة الملك لنا في التركي راني نا جايلة راني نا العموث الوعيد الممكن اللي قلتها لأننا لما صار الموضوع هذا جاني القائد الغليمية في برقة وصاحبي رفيقي ولكننا على سلاء باستمرارنا أكثر كنا على سلاء باستمرارنا من؟ الساد المرحوم الساد المحامي المرحوم مصطفى عبدالله العالم ومحمد طيب الزعوت هذا كان أقرب نسلي في التنظيم وكان أكثر فمصطفى لما العالم استشعرنا عن نحنا اللي قريب منه قال راهو سارو سار يعني في فيه اش رايي كم؟ الرجل واعي فأنا شخصيا ما نعرفش بما قاله أدو ملاينا فأنا شخصيا قلت لها يا أستاذ مصطفى أنا أعتقد أن هذا حيشتتنا نحنا مناش في ظرف مناسب لتبني هذا الموضوع وما زال بدري علي هذا خلينا نحقوا موضوع تحرر الوطني ولوليم تحرر فلسطين ونزر عندنا ويشتير عندنا ما يتطلب من أن نتبني الاشتراكية العلمية بعده لا ولا فهو كان رايي هذا لكن يبقى يشوف رايينا نحنا أستانت في رايي فما طنحناش في برقة ما طنحش الموضوع ما قلناش ولذلك لما قبض علينا قبض علينا مش لنا في التنظيم راهو النظام الملكي ودولته كانوا يعرفوا في تنظيم وكانوا يعرفوا في تدريب ولكن بوش مجوش شورنا لأننا عارفين نزيموا لهم على رايهم لما قال لحسين ماذك تلقيت ما رحمة الله على بذين قال نحنا عارفين أولادنا وعارفين كم وعارفين كم حتكونوا معنا حنكونوا معاكم وتكونوا معنا ومناش بعيد من بعضنا نحنا في فلما وهذا من أخطاء نظام وقتا لا مش مخطاء نظام بالعكس للم يتصور ما يمكن أن تصل إليه الأحداث الكويت الكويت كان نظام كيف نظام الملكي هادي وكويس وكان في تنظيم قمين عرب قوي لما انحرك زيبون ما صارتش الموضوع وصارت هذا أنا أكي أحداث جازما أن أغلب الجهاز الفني أو الإداري في الكويت كان من الطلبة اللي قروا في مصر والطلبة اللي كانوا محاك تقومين عرب والنهر اللي خرر من عرب فهو ما فيش ما فيش الملك يدريس نفسه كان أكثر مشاجعي رجزيري وكان مشاجعي العربة وكان يحن علي مصر ورجل حتى لما جاه مبعوث أمريكي فال53 أو 54 وشيء من القبيل بدري مبكران وهذا التاريخ موجود يقول لنا نحن أمريكا دائرة برنامز على محاربة الشعية ولم يقولوا الدول الصديقة لنا تعاوننا فيه فالملك يدريس كالرد لأن الرجل مناضل ورجل عارف ومسيس وعارف قال لنا نحن بالاسم لنا في ليبيا ما عندنا نحن أجزار قواعد وما عندنا نحن وما زال النفط ما عندنا نقول ما عندنا نعطو نحن يا الله نقدره نديره مديرس ويا الله نقدره نديره أنا دروش عنده فلما سير ممكن كذا هذا الموضوع مش ناقرر هي قرر البرلمان شوف الرجل وعناك الأمريكان من تلك اللحظة هما رأوا أن هذا مش حيار قدير يركبوه وستمر الملك على نفس المفهوم هذا إلى أن اختلفتم رؤيتكم اختلفتها رؤيته كنت تروا أن المفروض اهتماماته بالقضية الفلسطينية تكون في نفس مستوى اهتماماتكم أنتم به في شوية هو كان فيه أراه أراه علمك أنتم تتبعوا في كلامه فقال الأستاذ سالم الكبتي تقريبا 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 يقول أن الملك دريس لما كون فيه اجتماع الخارجية أو اجتماع وزاري كذا ويجوه فيقولون أننا نحن هذو حظة كيف يقولوا فيه فيقولوا يقولوا مثلا إذا صعب عليكم الأمر وصرش نكلاب ومثلو في الأمر صوته وينما صوته المصري صوته وينما صوت مصر يعني أفهم من هذا أنكم مكانش من أهدافكم إنهاء نظام الملك لا لا أنا نحكي على قل طيب ليش نخرقته في الانقلاب في 69 مش نحن خلطناها يا رجل مش خلطناها هذا مسروع انقلابي نحن ما عندنا نش من العلم وما نحن فيه رسالة فيه رسالة أيتو شاركت فيه أول تشكيلة حكومية فيه أعظام من الضباط اللي قاموا بالانقلاب فيه كانوا من تميل الحركة وانتم كنتوا على علم بانتماء من الحركة لا 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 هناك رسالة معاي رسالة وانا جايب وصائق سواء على نشاط التعليمي على وشاط الدولة على نشاط من كذا فيه واحد ضابط مصقف أساسي فيه كان أستاذ في الكلية الأسكرية وكان عضو من حركة القوين العرب وكان أقل قريب مني وقريب من أستاذ المرحوم مصطف العالم والمرحوم محمد بن سعود هذا الرجل كاتب لي رسالة طبعا أنا زميلي ورفيقي كاتب لي رسالة نحن في السجن نحن هناكت محكوم المؤبد مع مرحق أمني بالمؤبد بعد 73 بعد 73 وهو حكم بالأدام وكان على قيمة الأدام نحن في مؤبد لما قربنا معظنا في السجن فيه سراسل سري بينه بينه سراسل سري بين السجناء على الأسبوع الشديد وسائل شوية فيه سراسل بيننا فلنزل رسالة لأنه كان على قيمة الأدام معظمه مجموعة من فوقنا فأقال لي في الرسالة أنا على قيمة أنا على القيمة ولأدري من تضيفه الوجبة الجاية الرسالة قاعدة ممكن تطلع الرسالة فيقول لي أنا القيمة الأدام أنا اللي بي نقول حكا على موضوع القوميين وكيف تساس البطل كلية وكذا والقوميين ويقول أنا أتعتذر على أني ما بلغت الحركة لأنه ما كانشني بلغت الحركة بينضمامي للانقلاب فكيف تأسف عليها أنا آسف لأني ما بلغت كمش كان عسكري كان ضابط في الجيش وكان ضابط مهم في الجيش وعرفت ويقول لا انضمتهم لأنهم كانوا يرفعوا في نفس الشعارات الرجل هذا في أكتوبر بعد سبتمبر مباشرة اختلف مع معمر على معمر كان يدير في مقابلة لما نحنا اسمعنا كلام معمر وبلغناه به في جاء قابل معمر في بنغازي أمام سليم اللوزي رحمه الله ربو مع التو وقال له يا معمر أنت لماذا لأن معمر فيه هكي يستسل الموضوع وخطب في خلاب أخرى قال في خطاب آخر كان سوبا قال أنه سبب الأحزاب والحزبية فقال له يا معمر أننا نبلغنا صحبنا هذا بأننا راه وقال وقال الراجل هذا يشنون نحنا كنا متحفظين عليه من الأول فقال له يا معمر أنت لماذا تشتب في الزاب والحزب وقال له أنا ما سبيتش كذا كذا وحتضر أهلي وقال له سليم اللوزي أنه مجر بها الدموقراطية يعني الراجل هذا يحتج على منع الحزبية أو الكلام الحزبية بسوء في الأكتوبر في أكتوبر سبتمبر مثلا بعد قد شهر صوره ولك الأقل هروا كيف فنحنا ما كناش مشاركيين في الانقلاب براي أو برؤية أو كذا حنجولي المرحلة هذه ونفهمه الأسباب بالضبط لكن في التسعة وستين لم ترفضوا الانقلاب لا لا رفضنا مش رفضنا هنا قلنا نصبنا ما سيرش من هاي ماذا شو صبنا ما سيرش كيف نرفضها ايش عندينا من قوة نرفضها أنا ما كان تنظيم حلول تنظيم الحركة محلول أساسا وحتى درنا موضعها رضا الدولة بسيرش من انتالي هذه الساعة ما زلت تؤمن بأفكار التنظيم ولا تقبل الحديث على أن التنظيم غير موجود لا لا مشكي منظوم تسعة وستين مش موجود كانت ما لفكر كانت ما لفكر بحكم القانون لكنه من الأساس تنظيم سري لا يعتبر لا يولي اهتمام للقانون واقعيا وقانونيا صحيح التنظيم غير موجود لكن عمليا موجود لا بالحق تنظيم لا انتماء انتماء الناس انتماء الناس مشاركة مشاركة أعضاء من الحركة في الانقلاب في الانقلاب لا والله هدل انت الآن سميت عسكري شارك في الخلية العسكرية الأولى للغباط اللي انقلبوا على النظام الملكي على المستوى المدني أو رئيس حكومة كان قومي عروبي كان منتمي للقومي العرب لكن دكتور محمود المغربي لم يكن محرد تقولي عرب كان في اتحاد العمال أنيسي الشتيوي ورحمة الله عليهم اللي توفع منهم محمود توفع دكتور أنيسي الشتيوي دكتور محمود المغربي عمر المنصر كان هذا قومي عربي في القيادة قومي عربي عمر المنصر فقط أما الآخرين كان وكيل وزارة عمسين فقط هذول قومي عربي عمر المحاشي لم يكن قومي عربي لا قومي عربي وشوفوا السرماها مع معمر بني كيف صار معه في 75 أنا أتكلم معك في 69 أعطيني أعطيني فهم للحالة اللي حصلت في 69 ما كانش الزباط اللي في الجيش القومي أنتم لم يكن هدفكم إنهاء النظام الملكي في ليبيا ولا هدفكم الانقلاب على الملك حصل الانقلاب عسكري في 69 ما أنا ش فيه فيه واحد من أعضاء مجلس القيادة أنا اللي انقلبت على النظام الملكي من القوميين العرب القوميين كأرقاء فيه أيضا ضباط آخرين منتمين القوميين العرب موجودين في التنظيم موجودين شاركتوا بالمدنيين كقوميين عرب شاركتوا في بعض الوزارات أنا لأنا كانوا مضطر لهم لأنا هم كانوا مضطر لهم أنتم جزوا من الانقلاب لا من جزوا مننا لا تحملنا هذه المسؤولية هذا استجزاء للمرحلة تعطيني عبارة تصف الوضع طي أنتم لم تخططوا الانقلاب مع وجود عمر المحيشي في مجلس القيادة لم تخططناش أخفى عليكم المحيشي أن جزوا من المحيشي مشغلنا محيشي يراه في المحيشي في عوض حمزة وفيه واحد للزاوية المهم مجموعة كانوا بالفعل حركة لكن الحركة انحلت المهدي العربي المهدي العربي مثلا الحركة انحلت الحركة لما انحلت أشخاص سأصبحوا حرين نضموا لي تنظيم آخر وإي حركة حركة مجدانيا الحركة ما زالت أنا عندي مثلنا أو بعضنا ربما أنتم ما زلتوا متابطين ببعضكم كأعضال الحركة هو محاكمة الفكرة يعني الوصف في هذه الحالة أستر عب جليل أعطينا وصف خلينا جاوزان إذا الوصف أن أعظام الحركة شاركوا في الانقلاب ودعموه والتحقوا به أنت شخصيا كعضو في الحركة لم تكن موافق على الانقلاب هل هذا هو الوصف الصحيح؟ لا لا مش أنا شخصيا كثيرين نحن ما كناش كتنظيم أحد التنظيم كان غير موجود تلك الفترة كتنظيم كان محلول فلا كل حد خصرف على هو برغبته ما قلت من الحركة آه خشوا التنظيم هذا وقلوا ما ما صارش الخصار ما صارش ما صارش وهذه هي الأقضاء الفاسة الرهي حصر رفض من قبل أعضاف الحركة أو خلينا نقوله أعضاف سابقين حتى نتفق ماش مشكلة حصر رفض لحالة انضمام بعض الأعضال الانقلاب وجودهم في المحيشي بالنسبة لي لغيره هل دارت بينكم نقاشات وكان فيه من يرفض بشدة المشاركة في الانقلاب أو دعمه أنا لو هو القريبة مثلا أنا مثلا الموجودين في مكان معي وكذا احنا فيه بعد بعد الانقلاب بعد خروج لما السجن برضا فيه سر خرانجولا بعد خروج لما السجن في التسعة وتتين قبل بيسر الانقلاب أنا طلعت مسجن في يناير تتين مثلا حكمت بثلاث سنوات السجن وخرجت قبل انقضاء المدة هذا في عهد الملك هذا في عهد الملك نعم لا نقصد قبل قبل الملك قبل الانقلاب يعني تقصد قبل الانقلاب في عهد الملك أنا بس ثلاث سنوات في عهد الملك نعم بس ثلاث سنوات وطلعت في يناير حكمت بالسجن ثلاث سنوات نعم نعم قضيت سنتين وصرعت في بداية 69 في يناير وزوت في ببريل وبعدين معمر وبعد ذلك الانقلاب حبسني في ببريل واش طول طوالي في 73 يعني بعد ثلاث سنوات حبسني نحن نحن الفترة اللي قبل فترة الانقلاب بالذات لما صار الانقلاب وهذا طبعا في بعض القيادات الكويسة والبعض الأعضاء النشطين كان فيه كلام بيننا على أساس نحن نستانف وعملنا استانف وعملنا مع وجود الانقلاب فالتقييم كانت نظام هذه الحركة هذه ليست حرام ينقل على النظام الحركة الانقلابية هذه المعمر ذات دكتور فاشي وأعطاه أي فرصة كان هذا تقييم شامل أو جزئي متفق عليه أو مختلف عليه خلينا نرجع له في السياق التاريخي لكن الآن أفهم منك بقولا واحدا بأنكم لم تكونوا ضد النظام الملكي لم تعملوا في إطار وجودكم كحركة القومي للعرب في ليبيا على إنهاء الحكم الملكي في نفس الفترة هذا هو هو أنا لألومك لأنها هذا ما تريد قولا أنت لم تكونوا ضد النظام الملكي لم تسعوا أو تشاركوا فيها النظام الملكي أولياتنا كانت التحرير والوحدة التحرير والوحدة طيب والذلك بسروطة حتى الوحدة على مهلها تجي مع النظر نحنا كنا مع التحرير الدرجة أولى الهوية الشنية لأن هناك في ليبيا فيها في أخذ زبان قبل مع وجود الملك كان الملك أنظر من الآخرين فيه من شوية يعني خلات النشوة وقال ندره المملكة السونسية يعني المملكة اللي بنا سموها المملكة السونسية الملك ما باش؟ هو في نفس الفترة كان هناك انتشار للحركة السونسية لماذا رفض الملك أن يدعم الحركة السونسية اللي كانت منتشرة في المنطقة تقريبا كلها وليس في ليبيا فقط أسوى بدول أخرى على سبيل المثال في السعودية مملكة السعودية دعمت اتجاه ديني معين نعم الملك محمد دريس النسي رفض هذا في ليبيا رغم أنه يملك أسباقية ويملك كل المقاومات لتنفيذ ما قمت به السعودية بعد ذلك لكن هو رجل لماذا ما السبب؟ لأن ملك دريس كان رجل ليس وريث ملك وريث ملكية الرجل مناظل طلع من أسرة مناظلة بدعوة وخاذ نظال ضد الإطاليين وقاد النظال ضد الإطاليين لعقلية المناظل ومش بعقلية الملك ويعرف أنها حتى تشير شكلية تخمناتها وتوقعاتها كانت صحيحة أنه يعرف الليبيين حيثوا مشكلة لأنه يعرف أنها موضوع صعب الحكم في ليبيا بالمثال صعب فأرادني أنه يدير جمهورية قبل ما ينتهي وهذا كلام قالوا لينا في السجن المرحوم حسين مازك وكان بحضور السيد المرحوم دريس بوسيف يسين أو سيد من القبيل كان دمتع ديول ملكي وشخصية أخلاص ما فاضل الأمير كان أحد الوزراء كانوا أنا حظي حظي حصلتنا في السجن في سجننا في السبعة وستين في المشفعة السبعة في عهد القزيفي لما نقولوني أنا بروحي فرصة نقولوني أنا طرابلس لخلاف بيني وبين حاكم السجون حاكم در السجون فحصلت لقاءات مع السيد حسين مازك فعرفت منه الراجل الملك دريس نقولوني دريس كان على وعي بأن الليبيين سيكونوا مشكلة إذا ما دروا الجمهورية مبكرة مروحة في القومي العرب كنت ستقبلوا لو توجه الملك لهذا التوجه؟ نعم لو كان هو قام دير الجمهورية أنا أكون لأيدوه لأنه أدرى غير موضوع الجمهورية أن يدعم نشر الفكر السنوسي في المنطقة أن المملكة أو الجمهورية الليبية أي أن كانت تتبنى لو حصل لو أخذ هذا الاتجاه افتراض غير ممكن من الملك مدرج مدرج مفعل أنا أريد موقفكم أنتم فيما لو حصل الملك كان رافض لكن لو كان قبل بهذا الأمر وأخذ هذا الاتجاه كنتوا كقومين عرب تقبلوا منه هذا؟ نعم حتى في بداياتنا وما عند رجل قوة نواجهما نديره خلوه ندير مثلا مش مشكلة لكن مش هو مش هذي لم يكن مطروح من الملك مطروح من بعض الناس اللي هما عارفين أننا ما فيه احنا ما عندناش كيان نحنا رانا ما كانش عندنا كيان راهوا ليبيا بيش نكونوا واقعيين كلام تقول فيه انت ولكترحوا في انتو كشباب الآن كلام كبير كلام بابن الوقت ذمان ليبيا راهي كانت يعيالها طرابس ومصرفيت بنغازي هذي نظرتكم أنتم لا هذا الواقع كان هذا الواقع كان بالنسبة لمن يقود المملكة كانت عندها نظرة أخرى أن هذه دولة وليدة نالت استقلالها حديثا بدأ مشروع بناء وفعلا بعد 30 اكتشاف النفط حقق قفزات في التنمية غير مسبوقة حتى على المستوى العالم صحيح كيف صحيح يخالف ما تقول لا مش مخالي مقولة يعني هذا اللي صار في التنمية انت تقول ما فيش كيان أساسا ما فيش كيان ماذا تسمي ما حصل من قفزات على المستوى التنمية لا في البنية الأساسية البنية الأساسية اللي هي وجود دولة وجود دولة ومدفق للدولة ونمط زمو الحكم لا يمكن أن تنجح دولة وتحقق نجاحات على مستوى التنمية إلا بوجود أصل وكيان قائم لهذه الدولة على كل حال هذا ليس موضوع نقاشنا استرد بجليل حتى الكلام الانجولوبيين على المحاكمة تلك الفترة مش موضوع نقاشنا أنا موضوع شاهد على تاريخ على أحداث أنا رجل عمري 82 سنة ثلاثة ثمانية سنة نقول صار وصار وصار وحضرنا نسألك على تقييم نشاركوك في تقييم روايتك الكلام هذا لما يطلع الكلام هذا لما يطلع مع هذا جدا حيتولوه الناس اللي هم أكثر مني كفاءة وعارفين الفترة والتاريخ حيتشاركوك في الكلام هذا أنت كشباب في نفس الفترة كان هناك انتشار لتير الإخوة المسلمين مش كبير لكن كان موجود كان موجود وكان فيه ارتباط بمصر على اعتبار أن بداية ظهور الإخوان كانت في مصر الملك الدريس كان حقنا عليهم ما كانش ما عرفين الفرق بينكم وبينهم أن هم كانوا تيار ديني وأنتوا كنتوا تيار قومي وأنت شوف تيار قومي نحن وين وصلنا ومع اسب شديد تيار ديني ونوصل أنت ما تقولش فيها الآن تيار ديني وصل نحن نقول وين وصلنا ما نقولش فيها الآن يناقل شخص منتمل التيار القومي لو كان يجلس شخص منتمل تيار ديني حنناقشة التيار ديني ونوصل لكن خليه بس نقولك كان موصل كان موصل كانت هناك رسائل للإمام حسن البنة يتحدث فيها عن القومية والوطنية ويحاول بشكل ما التوفيق بينهم على اعتبارك دينية ربما هذا كان أشمل من النظرة اللي كانت لديكم أنتم كقوميين لكن كانت في نفس المرحلة فكرة القومية تصغر تدريجيا حتى تحولت أو تحول مركزها في القاهرة أو في مصر إلى تيار ينادي بمصر الفرعونية لا ما نجحش ما نجحش ما في بعض الناس كان موجود لكن لا لا هذا ما تقلت لكي يقول موجود على أنت ما تذرش تقول هذا تيار موجود ابداً ما كانش موجود ما كانش موجود كان موجود اللي موجود معناها فاعل معناها لصحف الليها الرأي اللي دعاية اللي حزب لك ما فيش مكان مغرب هذا على مستوى التقييم لكن على مستوى الوجود من عدم هو موجود ما حتى لو كانت قيمتة واحد من مئة هو موجود اسمعنا شوي خلينا من التقييم موجود أو غير موجود موجود والواقع يقول أنه فعلاً في النهاية انتهت القومية تحول المؤسسين إلى التيار اليسار وتحولت عاصمة القومية في مصر إلى مشروع وطني بجذور فرعونية لكن أنا ما أريد أن أسأل عنه هو العلاقة بين الإسلام كمنظومة دينية تشريعية وإخلاقية وبين الفكر القومي العروبي في تلك المرحلة لا هو ما فيش سدام ولا ما فيش موضوع سدامي ولا موضوع ما فيش ممكن فيه شيء من التنافس ربما فيه لكن موضوع سدامي موضوع سدامي لم يكن هناك موضوع سدامي لم يكن هناك وأرضى الأخوان كان في عهد المملكة في عهد الملك ما كانش يعني شاطم ناجح بالحيل لأن الأرض محروثة للسلوسية اسمح لي أن أعود لهذا السؤال في الحلقة القادمة لأن تجاوزنا تقريبا الوقت المخصص لهذه الحلقة أشكرك جزيلا شكرا مرة أخرى عبدالجليل الزاهي عضو حركة القومي العرب شكرا جزيلا لك شكرا دائما في الختامة شكرا مصول لكم أسادة المشاهدين في أمان الله شكرا شكرا شكرا